أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية التوافق على تصور نهائي لمعالجة التحديات الرئيسية الراهنة التي تواجه العملية التعليمية قبل بدء العام الدراسي الجديد مشددا على ضرورة تنفيذ نموذج مبدئي في محافظة ما قبل تنفيذ هذه الحلول وخلال لقائه مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف استمع مدبولي العرض حول رؤية الوزارة لمعالجة المشكلات الطلبية والتي تتمثل في الكثافة الطلبية بالفصول وعجز أعداد المعلمين بالإضافة إلى معالجة نسب الغياب وجذب الطلاب للمدارس فضلا عن مشروع تعديل نظام الدراسة بالمرحلة الثانوية وأكد عبداللطيف أن الوزارة حاليا تعمل على وضع استراتيجية فعالة لمواجهة تلك المشكلات وخاصة مع الاستعداد لاستقبال عام دراسي جديد وأكد أهمية تطبيق حلول عملية سريعة التنفيذ مع بداية العام الدراسي